اعتزل التحكيم بسبب خطأ وتحول لغسيل الأموات وفاة الحكم الدولي حسن البحيري رحل عن عالمنا اليوم الحكم الدولي السابق حسن البحيري وذلك بعد أسبوع فقط من آخر ظهور له ليروي للناس قصته التي جعلت الجميع يتحدث عنها بعد سبعة عشر عاما قضاها البحيري حكما لمباريات البطولات السعودية قرر اعتزال كرة القدم والتوجه إلى غسيل الأموات سبب اعتزال حسن البحيري للتحكيم روى البحيري خلال تصريحات لقناة السعودية الإخبارية قصته حيث أكد على أنه ترك التحكيم نهائيا بسبب خطأ وقع فيه في مباراة الأهل أمام النصري وقال البحيري لم أحتسب خطأ لمصلحة لاعب الأهل ضد حارس مرمى النصري ولكن بعد مشاهدة اللقطة في الفيديو ألمني ضميري كثيرا ولمت نفسي وأضاف لاعب الأهل تعرض لكسر في القدم ووجدت أنني لم أنصفه وأخطأت خطأ كبيرا وقررت الاعتزال فورا ولكن للأسف اتحاد الكرة لم يدعمني وتخلى عني تحول البحيري لغسيل الأموات وفي اللقاء أظهر البحيري البساطة التي يعيش بها حيث أظهر هاتفه القديم ولكنه أعرب عن رضاه وسعادته في خدمة غسيل الأموات دون الحصول على أجر وبعد ظهور البحيري عبر التلفاز بأسبوع فقط تم الإعلان عن وفاته اليوم الأربعاء ترجمة نانسي قنقر